اشتركوا في القناة والمشاريع والمبادرات الشبابية والسيد خالد ابراهيم حميدان رئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية والسيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين بالاضافة الى السيدة فجر صالح الباجاجي مدير عام مشاريع الامل وفي بداية اللقاء كدس مشيخ ناصر بن حمد الخليفة على اهمية تظافر الجهود من اجل الوصول الى الاهداف التي وجد من اجلها صندوق الامل والذي يمثل جانبا مهما من جوانب دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه لدعم المبادرات والمشروعات الشبابية الواعدة في مختلف المجالات وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة يجب الاستثمار في الشباب باعتبارهم يمثلون الحاضرة وكل المستقبل وتقع على عاتقنا ايضا مسؤولية الاخذ بأيدي الشباب الى الطريق السليم في الاستثمار في عقولهم ومشروعاتهم التي يرونها مناسبة لهم في بناء الوطن وزيادة حجم التنمية في مختلف المجالات الامر الذي يؤكد ان مملكة البحرين غنية بشبابها ومتجها الى نمو والتنمية بفضل جهود شبابها المخلصين واشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة يعتبر صندوق الامل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية بمثابة الامل للشباب البحريني ويجب على الجميع التضافر والعمل بروح فريق البحرين في سبيل الوصول الى الاهداف النبيلة الرامية الى رصد المهارات والكفاءات الوطنية لدعم افكار الشباب ومهاراتهم وتمكن الشباب من تحقيق النجاح والاستمرارية وتفعيل دورهم وتعزيز اسهاماتهم في التنمية والدخول في عالم الاقتصاد واطلاق ودعم مشاريع الشباب البحريني نحو العالمية علاوة على دعم توجيهات الصندوق نحو دعم المشروعات الاستثمارية التي تحقق الارادات لتنمية ودعم القطاع الشبابي بشكل مستدام وتسليط الضوء على الانجازات والمنجزين في المجال الشبابي وتحفيزهم لمواصلة جهودهم للعمل على تنمية مهاراتهم وللوصول الى تلك الاهداف يجب على وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية وتمكين توحيد الجهود في سبيل الوصول لتلك الاهداف وابارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للسيدة فجر صالح الباجاجي تعينها مديرا عاما لمشاريع الامل متمنيا لها التوفيق والنجاح في مهام عملها من جانبي قال وزير الشؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة صندوق الامل يحرص مجلس الإدارة على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في تحقيق فرص واعدة للشباب وإن رهاننا على الشباب من أجل الاستثمار فيهم وفي مبادراتهم ومشاريعهم وقد بدأ صندوق الامل في وضع استراتيجية نحو تحقيق الهداف التي وجد من أجلها وخلال اللقاء قدمت مدير عام مشاريع الامل عرضا عن الاستراتيجية التي سينتهجها صندوق الامل من أجل استقطاب المشاريع والمبادرات الشبابية بالإضافة إلى تنمية موارد الصندوق وتعزيز موارده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر